تقبل اليوم رئيسه الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سعادة سفير روسيا الاتحادية بالجزائر السيد إيغور بيلياييف الذي أدى له زيارة وداع بعد انتهاء مهامه بالجزائر اللقاء جرى بمقر رئاسة الجمهورية وحضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلاف عرفت اليوم بمقابلة فقامة الرئيس الجمهورية الجزائرية ديمقراطية الشعبية سيد عبد المجيد تبون بمناسبة انتهاء مهمتي كالصفير المفوط وفوق العادة لروسيا الاتحادية في الجزائر وخلال مقابلة شكرت الجزائر قيادة وشعبا اللقاء كل ما لقيته من تسهيلات ودعم ومساندة أصنع إداء مهامه طبعا لقد نقلت طحيات وطهاني إلى الرئيس عبد المجيد تبون من نظره الروسي سيد Владимир Путин بمناسبة ذكر ستينية الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية تم استعراض الوضع الحالي في العلاقات الثنائية التي تقدمت وتطورت بشكل ملحوص في العوام الخامسة الماضية ووصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المؤمقة إن أبرز دليل على ظالقة هو الأمل الجاري من أجل صياحة وسيقة استراتيجية جديدة توقس جودة علاقات الروسية الجزائرية وستصبح هذه الوثيقة أساسا لتعزيز والتقصيف تعامل بين دولتين في المستقبل بارتياح عميق سجلنا مستوى عالي من التعامل والتنسيق على صحة دولية بين بلدين كما أشارنا إلى تقارب وتطابق المواقف من القضايا العالمية والإقليمية المعاصرة نتطلع كذلك إلى رفع حجم تبادل التجاري بين روسيا والجزائر في هذا السادة يولي بلداننا اهتماما خاصا لإجراء دورة الأشرة للجنة الحكومية المختلطة الروسية الجزائرية لتعامل الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني في جزائر العاصمة سيؤطي هذا الاجتماع دفعا مهما لتوطيط التعامل الصناي في كثير من المجالات ذات منفع متبادلة وفي الختام أود أشكر مرة أخرى مواطنين جزائريين على تعاطفكم ومحبتكم الخالصة تجاه روسيا وتجاه شعب الروسي أن هذه المشاير شعرناها أنا وأفراد آلتي يوميا أصناء إقامتنا هنا في الجزائر أؤكد لكم أن هذه المشاير هي مشاير متبادلة